موسيقى 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 أكثر شيئين أسعدوني في حياتي هم تاهلي الكاس العالمي على المنتخب السعودي في 2017-18 وكاساسيا يعني ما يحتاج لنا يعني كان لي شرف كبير أني أكون من ضمن هالمجموعة اللي حققتها البطولة عام 2019 أبرز فلاح لحظات في حياتي الشخصية والكروية صراحة من ذو غمامي لنادي الهلال لأنه كان حلم لي كنت صغير والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله انضميت ويعني ما وصلنا لها الآن الثاني لحظة أتوقع تحقيق الأسوية اللي كان من جد كان طموح قوي ومش بس طموح كان أمني كبيرة والحمد لله تحققت واللحظة الثالثة اللي هي تاهل المنتخب فرضو الكحاس العالم من أفضل أيام سعيدة انضمامي لفريق الأول وتحقيق بطولة آسيا وانضمامي للمنتخب السعودي أنا أكثر من الأشياء يعتقد أن كان الأشياء والشحة الأولى تحقيقنا بطولة الطلاسية الثانية أول مبارا لي في نادي الهلال ثالث شيء وهذا الشي يعني عني الكثير أظلاها بطولة حمدان براشد لدي الكثير من الأشياء ولكن سأحاول أن أعطيكم ثلاثة أولا كان عندما أصبح أباً للمشاهدة كاني أصبح أمر مفيداً لأن هذا كان أكثر في كل مدينة الثاني هو أني أستطيع أن يحصل إلى مدينة وأفضل للمشاهدة وهذا يجعلني أفضل لأن هذا ليس من أفضل لأنه من أفضل وإن أمي وإن أخبروا هذا لأنه سعرفت كمي ومن ثم أخذها لأخذ المشاركة والتي أكثر مرحبا في مجرد في مجرد هو المنزل الأسياء مع هلال لأنه كان المنزل الأفضل المهم ومن ثم كل المنزل من هلال يتوقف هذا للمنزل ومعهما لأخذ هذا كان مرحبا وعندما يكون على المعارضة على المعارضة.